اشتركوا في القناة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا حول باب جوامع التوحيد من كتاب الكافي الشريف الحديث الأول وهو خطبة لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفي هذه الخطبة يمجد الله سبحانه وتعالى وينزهه وينزهه عن النقائص وفي هذه الخطبة كثير من المعارف العميقة التي بينها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بألفاظ أنيقة بحث اليوم حول مقطع من هذه الخطبة تتعلق بخلق المخلوقات وهذا المقطع يدل ويعرفنا على معرفة بالله سبحانه وتعالى عبر معرفة كيفية خلقه للمخلوقات لا بمعنى أننا ندرك الكيفية فإن هذا محال ومستحيل وإنما المقدار الذي نتمكن من استيعابه ومن فهمه من مسألة الخلق الله سبحانه وتعالى يختلف عن الصانعين الآخرين بأن الصانعين الآخرين هؤلاء مخلوقات لله هؤلاء الذين يصنعون الأشياء المختلفة من المخترعين والمكتشفين والذين يأتون ويبنون أو يفعلون الأفعال الأخرى في الصناعة كالنجار والحداد وما إلى ذلك من الحرف هؤلاء لم يوجدوا المادة التي بسبب تلك المادة يصنعون الأشياء وإنما هذه المواد موجودة في الأرض فيأتي هذا الصانع هذا المخترع يغير الصورة ويحول هذه المادة التي هي موجودة يحولها إلى صنعة مثلاً أنت تجد جهازاً أو تجد سيارة أو طائرة أو أي شيء آخر من صنع البشر داراً صنعها بناء مثلاً وإنما أخذوا هذه المواد بتغيير في صورتها سواء بتغييرات كيميائية كغالب الإختراعات مثلاً يستخرجون النفط ثم في معمل البتروكيميائيات يجزئونه ثم في المعامل الأخرى يصنعون منه على أشياء المختلفة أو هذا البناء مثلاً يأتي ويستخرج التراب مثلاً ويصنع التراب بالشكل طابوق ويبني بناء مثلاً المادة كانت موجودة لكن الله سبحانه وتعالى أوجد مواد الأشياء وصورها أوجدها فالفرق بين صنع الله سبحانه وتعالى والصنع المخلوقات هو الفرق في كل شيء لكن الكلام الآن في هذه النقطة أن الله سبحانه وتعالى صنع الأشياء من لا شيء يعني لم تكن موجودة فأوجدها وسائر الصناع الأشياء الموجودة بتغيير في صورتها صنعوها بشكل أشياء مختلفة طبعاً هناك فروق أخرى موجود إن قدرة الله سبحانه وتعالى هي بالذات أما قدرة هؤلاء الصناع إنما هي بالعرض يعني الله سبحانه وتعالى أقدرهم سواء بالقدرة في العضلات أو بالقدرة الفكرية الله سبحانه وتعالى ابتدع الأشياء يعني أوجدها من غير مثال سابق وغالباً اختراعات البشر وصناعات البشر إنما هي تقليد لأمور موجودة في الكون مثلاً هذه الصناعات المختلفة التي نجدها من الطائرة إلى الهليكوبتر إلى السيارة إلى مثلاً الميكروفون السماعة وما إلى ذلك هذه غالباً هي اقتباس من الطبيعة أو اقتباس من الموجودات المختلفة فيجدون الموجودات المختلفة يركزون عليها يكتشفون القوانين التي فيها ثم يقلدونها الطائرة مثلاً البشر كان يتعمق في الطيور كيف هذه الطيور تطير في الهواء وعلى ضوء القوانين الفيزيائية الموجودة فيه جسم الطيور اخترعوا الطائرة وكذلك كلما تعمقوا أكثر في طيور مختلفة وفي كيفية طيارانها طوروا الطائرات مثلاً وهكذا سار الاختراعات عادة هكذا فليس فيها إبداع وإنما فيها تقليد لكن الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض يعني خلقها من غير مثال سابق لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لأن يقلد أحداً لا ينقصه علم حتى يحتاج للتقليد نحن ينقصنا علم لذا نقلد حتى التقليد الديني في مسائل فروع الدين يعني تقلد مرجعاً للتقليد ما هو التقليد هو رجوع الجاهل إلى العالم غير الأخصائي يرجع إلى الأخصائي أنت عندما تراجع طبيب لماذا تراجع طبيب لأنه أخصائي له علم في مجال أنت ليس لك ذلك العلم في ذلك المجال فلأنك جاهل في ذلك المجال تراجع الطبيب الذي هو عالم في مجاله لماذا عندما تريد مثلاً تبني بيتاً تراجع مهندس لأنه عند علم الهندسة وأنت تجهل ذلك العلم فلذلك لأنه له العلم وأخصائي في هذا المجال تراجعه لماذا تراجع فقيه في فروع الدين لأنه له تخصص في ذلك أنت لم تتخصص في علوم الدين فروع الدين هو له تخصص فتراجعه في تلك المسائل لأنه يعلم ما تجهله أنت ولذلك إذا أنت تعلمه لا مجال للتقليد فيه مثل ضروريات الدين وجوب الصلاة لا تقليد فيه لماذا؟ لأن وجوب الصلاة كل واحد مسلم يعلم به لا يحتاج إلى أن يرجع إلى عالم في هذا المجال في أصول الدين لا تقليد لماذا؟ لأنه في أصول الدين يحتاج إلى علم كل واحد من المكلفين المكلفين كل واحد منهم يجب أن يعلم ولا يكفي أن يراجع عالما نعم قد يراجع عالما لكسب العلم لكن يقلد في تلك المسألة ممنوع هذا بين قوسين نرجع إلى الكلام الله سبحانه وتعالى ابتدع الأشياء بديع السماوات والأرض لم يقلد أحدا لأن التقليد معنى أن ذاك هو أعلم منك في هذا المجال فأنت تتبعه والله سبحانه وتعالى علم كله لا جهل فيه حتى يحتاج أن يرجع إلى غيره بل غيره هم مخلوقاته وإذا لهم علم فإنما هو من العلم الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه يعني من معلوماته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بالمقدار الذي الله سبحانه وتعالى يعطيهم ذلك العلم إما مباشرة إما عن طريق تهيئة الأدوات والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة هذه وسائل لتلقي العلم الله سبحانه وتعالى حبى الإنسان وأذن له بأن يعلم وكلما درس أكثر وتعمق أكثر يعلم أكثر لأن الله سبحانه وتعالى أذن في جعل الأسباب لتحصيل العلم فلذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول ابتدع ما خلق الابتدع والبديع بمعنى إيجاد الشيء من غير مثال سابق البدع في الدين هم يقال لها بدع من هذا الباب لأنه لم يكن شيئا في الدين فأدخله هذا المبتدع في الدين إدخال ما ليس في الدين في الدين هذا هو البدع لأنه لم يكن له بثال سابق من كلام الرسول صلى الله عليه وآله أو من القرآن الكريم وإنما هذا المبتدع أضافه لم يكن فأوجد بدعته فالمادة نفس المادة الله بديع السماوات والأرض لأنه أوجدها من غير مثال سابق نحن الآن بعض الأحيان نطلق نقول هذا إنسان مبدع يعني شنو مبدع يعني أفكار تأتيه في ذهنه بدون أن يكون قد سمعها من غيره ابتدع ما خلق بلا مثال سبق لا يوجد مثال حتى نقول إنه قلده كلا ولا تعب ولا نصب نحن البشر أو أي صانع آخر هذه القدرة التي عنده قدرة محدودة فلذلك حينما يبدأ بالصنع يستعمل هذه القدرة فتدريجيا هذه القدرة تقل 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 إلى حيث أنه يعجز عن الاستمرار في العمل فلذلك بحاجة إلى تجديد الطاقة كيف يجدد الطاقة عبر الاستراحة يستريح يريح جسده يعكل الأطعمة مثلا فهذه تأتيه بطاقة جديدة لماذا؟ لأنه مادي ومحتاج فيحتاج في كل شيء ولذا أنت أبرع الصناع قل لإبدأ بالصناع يبدأ يبدأ إلى أن تخور قواه ما يقدر إلى ما لا نهاية يستمر حتى في الساعات الأخيرة مستوى يقل يعني أنت تجيب عامل بناء بداية الصباح هذا يبدأ بالبناء تشوف قتلة من النشاط لكن بعد خمس ساعات ست ساعات آثار التعب تكون بادية عليه حتى سرعته في العمل يمكن تقل ما يقدر يواصل إلى ما لا نهاية يقول أنت يوميا باستمرار اشتغل بالبناء لا يتمكن يوصل إلى مرحلة بحيث أنه عضلات يده أو رجله لا تطاوعه في الاستمرار في العمل لكن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم وهو القدرة المطلقة ولا يؤوده حفظهما خلق العالم ما سبب تعب لله لأن التعب نقص والله منزه من النقص ما يزعمه اليهود كما ينقل في توراتهم المحرفة يقولون أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وفي اليوم السابع استلقى فاستراح هذا من التجسيم الذي يعتقدونه صوروا الله سبحانه وتعالى كسار المخلوقات يتعب كلا الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة مراحل لحكمه مع قدرته على أن يخلق السماوات والأرض في أقل من لحظة لكن الحكمة اقتضت أن يكون هناك تدرج في الخلق كل أمور هذا الكون الله سبحانه وتعالى بحكمته بناه على التدرج الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق إنسانا دفعة كآدم وحواء الله خلق آدم إنسان كامل دفعة واحدة لكن الحكمة اقتضت أنه بقية الناس هؤلاء يخلقون بالتدريج نطفة علقة مضغة إلى أن يوصل إلى جنين كامل يولد حينما يولد تبدأ مراحل نمو جسمه في هذه الدنيا إلى أن يوصل إلى أشده حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة هذه بعد نهاية النمو الجسم في الإنسان إلى الأربعين ثم بعد ذلك يبدأ بسير النزول ومن نعمره ننكسه في الخلق فإذن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فخلق ذرة أو خلق مجرة لا فرق بينهما بالنسبة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخلق مجرة فيها مليارات من النجوم أو يخلق ذرة واحدة لا فرق نسبة الأشياء إلى قدرته واحدة وقد مر في بعض الروايات السابقة في تفسير هذه الآية الرحمن على العرش استوى الاستواء هناك ذكرناه معناه ليس الاستواء المادي بمعنى الجلوس كما يزعمه المجسمة وإنما الاستواء بمعنى السيطرة وبمعنى استواء نسبته إلى الأشياء كل الأشياء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى مخلوقات ونسبتها إليه واحدة كلها تحت هيمنته وقدرتي لا فرق في قدرته بين كبيرها وبين صغيرها لذا الإمام يقول ولا تعب ولا نصب نصب يعني شدة التعب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب شدة التعب يسمى نصب الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وما مسنا من لغوب يعني الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض ولم يتعب من ذلك لأن التعب صفة نقص والله سبحانه وتعالى منزح عن النقص بعد ذلك الإمام يقول وكل صانع شيء فمن شيء صنع المادة هو ما صانعها المادة هي موجودة في الأرض الله خلقها لكن يغير الصورة فيها وكل صانع شيء فمن شيء صنع والله لا من شيء صنع ما خلق هذه المخلوقات حينما خلقها المادة الله خلقها وقد مر سابقا في تفسير هذه الآية وكان عرشه على الماء الله سبحانه وتعالى من الأجسام غير الروحانية أول ما خلق الماء ومن هذا الماء خلق السماوات والأرض وكل شيء وكان عرشه على الماء فإذن هناك فرق بين الخالق والمخلوق في جهة الصنع وأيضا في جهة العلم نحن قد نعلم بالأشياء أنا أعلم بوجودي هذا يعبر عنه بالعلم الحضوري أعلم بهذه الأشياء التي أراها يعبر عنه بالعلم الحصولي لحصول صورتها في الذهن نحن عن طريق الحواس الخمس ندرك المحسوسات فنعلم بها وأيضا لنا قوة عقلية عن طريق القوة العقلية ندرك بعض الأشياء غير المحسوسة يعني مثلا أنت ترى جهازا عقلك يقول لك أن هذا الجهاز له صانع بالصدفة ما صار هذا الجهاز هل أنت ترى صانعا لا ترى صانعا وإنما تدرك حقيقة عبر عقلك هذه العلوم التي نحن لدينا هذه علوم اكتسابية يعني لم نكن نعلم كنا جهلا والله سبحانه وتعالى جعل لنا وسائل المعرفة فعبر تلك الوسائل علمنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الطفل اللحظة التي يولد هو جاهل مطلق بكل شيء لكن الله سبحانه وتعالى في الآية ماذا يقول وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة يعني الله أعطاكم حواس ترى الأشياء بالتدريج تكسب معلومات تسمع بالتدريج تكسب معلومات لك فؤاد يعني عقل بالتدريج تدرك الأمور المعقولة التي هي غير محسوسة بالحواس الخمس فأعلم العلماء عندنا هذا علم اكتساب حتى الذين الله سبحانه وتعالى حباهم العلم علما لدنيا كالأنبياء والأوصياء هذا العلم الله حباه إياهم الله أعطاهم هذا العلم وإلا بالذات لم يكن لهم ذلك العلم كما ذكرنا الآية ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لكن الله سبحانه وتعالى علمه يختلف عن علمنا اختلافا حقيقيا ليس كمثله شيء علم الله ليس كعلمنا اللافظ علم لكن المعنى يختلف وقد ذكرنا فيما مضى أن وجود الله سبحانه وتعالى ووجود صفاته تختلف اختلافا بالكنح عن وجودنا وعن صفاتنا أنت باللسان تقول زيد عالم وتقول الله عالم اللفظ واحد لكن المعنى يختلف علم الله يختلف عن علم البشر كما أن وجود الله يختلف عن وجود البشر لماذا لأن علم الله عين ذات الله لأنه من الصفات الذاتية وذات الله تختلف عن ذات الموجودات اختلافا بالسنخ لا يوجد هناك جامع بينها اللافظ واحد لكن المعنى يختلف وقد مر سابقا رواية مفصلة عن الإمام الصادق في بيان هذه الحقيقة زين فمن فروق علم الله مع علمنا غير الفرق الجوهري والذاتي هو أن علم الله ليس علما بعد جهل علومنا اكتسابية علم بعد جهل يعني اكتسبنا هذا العلم الله سبحانه وتعالى علمه صفة أزلية لأنها عين ذاته لا اختلاف بين ذاته وبين علمه فليس تعلم وعن جهل كلا لم يكن تعلما ولم يكن هناك جهل لأن الله منزه عن النقص هذا من الفروق بين علمنا وبين علم الله سبحانه وتعالى الفرق الآخر علمنا يتغير مثل ما ذاتنا تتغير يعني مثلا أنا وأنت نعلم بأنه غد الشمس ستطلع هذا علم الشمس في يوم غد ستطلع أنا أعلم وأنت أعلم عندما يصير يوم غد والشمس تطلع علمنا يتغير كان علمنا أن الشمس ستطلع صار علمنا شلون أن الشمس طلعت هناك فرق بين ستطلع وبين طلعت فعلمنا يتغير حسب تغير المعلوم لماذا لأننا نعيش في الزمان والزمان يتحكم فينا لذلك معلوماتنا أيضا تتغير مع تغير الزمان لكن الله سبحانه وتعالى خالق الزمان الزمان لا يحيط بالله الله هو الذي يحيط بكل شيء فلذلك الزمان لا يتحكم في الله لأن الزمان مخلوق والمخلوق لا يتحكم في الخالق الله هو الذي خلق الزمان فلذا قابل أن يخلق الأشياء يعلم بالأشياء بعد أن خلق الأشياء يعلم بها بعد أن يفني الأشياء كل شيء هالك إلا وجهه يعلم بالأشياء هنا العلم لم يتغير التغير في المعلوم الشيء لم يكن ثم كان ثم فنى الشيء تغير مو العلم تغير بعض علماء المعارف يردون تقريب الفكرة إلى الأذهان يضربون مثلا هذه الغرفة كمثال فيها مصباح هذا المصباح ينير هذه الغرفة هذه الغرفة إذا كانت خالية لم يكن فيها شيء ثم إنسان من الباب دخل في هذه الغرفة هنا هل نور المصباح تغير؟ كلا قبل أن يدخل هذا إلى الغرفة وحينما هو موجود في الغرفة وحينما يخرج من الغرفة النور هو نفس النور ما تغير النور وإنما الشيء الذي تغير هذا الشخص الذي هو انكشف بهذا النور لأنه في الظلام ما ينكشف الشيء في النور ينكشف هذا الشيء جاء بقى وخرج فليس هناك تغير في المصباح وفي النور وإنما تغير فيما انكشف بهذا النور وبهذا المصباح هذا لتقريب الفكرة إلى الأذهان علم الله سبحانه وتعالى لا يتغير بوجود الشيء وبقاء الشيء وزوال هذا الشيء وإنما الذي يتغير ذلك الشيء لذا أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام يقول عالم إذ لا معلوم المعلوم ما موجود قبل أن يخلق الخلق الله سبحانه وتعالى عالم بكل ما يخلق وبكل تصرفات العباد وبكل ما يفعلون وبكل شيء إن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض قبل أن يخلق وحينما خلق وحينما يفني الأشياء العلم ما تغير المعلوم تغير الممكن تغير مو الواجب القديم الذي هو الله سبحانه وتعالى هذا لم يتغير الممكن تغير لذا الإمام عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين في هذه الخطبة يقول وكل عالم فمن بعد جهل تعلم أي عالم لم يكن عالما ثم الله سبحانه وتعالى يفيض إليه العلم والله لم يجهل ولم يتعلم لم يكن جاهلا هو أعز وأجل من ذلك ولم يتعلم فإن هذا محال في حق الله لأنه نقص والله منزه عن النقص أحاط بالأشياء علما قبل كونها وكان الله بكل شيء محيطة وفي آية أخرى أحاط بكل شيء علما أحاط بالأشياء علما قبل كونها يعني قبل أن توجد هذه الأشياء فلم يزدد بكونها علما يعني حينما أوجدها هل ازداد علما كلا زيان هل تغير علمه كلا علمه بها قبل أن يكونها يكونها كعلمه بعد تكوينها وهذا من فروق علمنا عن علم الله سبحانه وتعالى طبعا هي فروق بالذات لكن هذه أحد الفروق فلم يزدد بكونها علما علمه بها قبل أن يكونها كعلمه بعد تكوينها فإذن هذا بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى لا تغير فيه بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يبين سبب الخلق وأنه خلق الخلق لا عن حاجة له لأنه الغني البطلق وإنما لحاجة الخلق وإذا اكتفى بهذا المقدار الذي خلق ليس عن عاجز في الزيادة وإنما لعدم الحكمة في خلق الزيادة فإذا كانت هناك حكمة في خلق الزيادة الله سبحانه وتعالى بحكمته يزيد وإنا لموسعون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون هذا المقطع إن شاء الله سنذكره في حلقة قادمة إن شاء الله هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم يا الله الله يا الله الله يا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة